كل جهود التي تبدلت ديبلوماسيا وأنا ما عندي ما نخفي عديكم كنتم ما أدرى مني ربما بالوضع لأن ديبلوماسيا تعني كانت في الحضيض ولا واحد ما اتعرف بنا ولا تسامع بنا ليبيا تتحرك في حدودنا موضة داعش نسانا ندروا لنا ما شفناش الساحل كيف إلى خير إذن اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا ومنسكتش والذي يسألنا جي يخلص